نروح لفقرة الكورة حنتكلم أكيد عن منتخباتنا ومنتخب مصر والاستعدادات لكن مهم جدا نتكلم عن الأهلي اللي ماتش طبعا هنا مدياما الغاني والتوقعات اللي الناس كلها بتحلل أعتقد يعني من مبارح وانا عملها تابع كل تقريب الستوديات التحليل يقول لك ماتش محطوط في الجيب يعني خلاص كأنه ماتش مضمون فروقات كبيرة جدا لكن تاني حنرجع نقول مفيش حاجة مضمونة في لغة كورة القدم على كل حال خلينا نتكلم عن كل هذه الملفات مع الأستاذ محسن لملومة ناقض أرياضي صباح الهنة صباح الخير يا أستاذ نورنا كالعادة بومر حضرتك خلينا بقى نبتدي فعلا بالماتش ده ماتش الأهلي وماتش بدياما الفترة اللي جاية دي طبعا كثر الحديث حول تفاصيل كتير متعلقة بهذا اللقاء عايزين نعرف توقعاتك أنت الشخصية ورؤيتك لكيفية سير الأمور في الماتش ده يعني بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هو مباراة يعتبر على الورق في المتناول بس ده على الورق يعني ملوش علاقة بالمستر الأخضر كده كده في المستر الأخضر ده لحسابات أخرى وظروف بقى المباراة واللي يجتهد وفيومه من عدمه وما إلى ذلك لكن وبشكل عام دور المجموعات بالنسبة لنادي الأهلي بيبقى فيه دايما معضلة يعني بيبقى يمكن نطلق عليها عنوان كده من رحم المعاناة يولد الأبطال دايما من دور الأبطال يعني دور مجموعات أخر أربع سنين الأهلي بيطلع تاني وأحيانا بيصعد بالعافية يعني بيبقى فيه سيناريو زي آخر مرة كده بس الفائل الحسن اللي في الأربع مرات دول الأهلي في النهاية فاس فيهم طمعا بالثلاثة أخر مرة النادي الأهلي كان حق في دور مجموعات الصدارة خرج من ربع النهاية عشان كده ما بقيتش معضلة قوي أن انت تصعد أول أو تاني بس هو ممتاز بالنسبة لنادي الأهلي أن انت مجموعتك تحسم الصدارة مبكرا مش عشان التآهل لا التآهل زي ما قلت الحركة أنه التاني مش مشكلة لكن عشان انت مقبل على رزنامة ضخمة شوية وفيها يعني هتمحتاج فيه ضغط مباراة كتير فأنت تبقى رايحة نفسك بدري بدري عشان تلاقي نفسك مثلا متآهل مثلا من جولة الرابعة ممكن ولما لا تلاقي ممكن تريح بقى العناصر الأسية بتاعتك في الجولة الخمسة والستة بحيث أن انت تعرف تستعد كويس للجاية لكن هي المباراة طبعا افتتاح بالنسبة لنادي الأهلي هو ما احترم طبعا المجموعة هو أقل فريق في المجموعة طبعا مش فقوة شباب الوزداد مش فقوة يانج أفريكانز التانزاني الاتنين دول متطورين في السنوات الأخيرة طبعا القرع اللي عمل كده لكن هو في النهاية مباراة يعني أخشى يعني الحيطة دائما بنخاف من اللعب المصري في المباراة السهلة اللعب المصري بلعب على قد المهاجم على قد المنافس عفوا على قد المنافس دائما بتبقى يعني لو كان منافس قوي بتساعده بشكل قوي بتلاقي قد المباراة قوية والعكس فعشان كده خوف جمهور الأهلي من أن النادي الأهلي ممكن يستهتر بالمباراة هي كمان المخاوف ساعات بتيجي من فكرة الخوف من مجهول كنت لسه عايزة أقول لحضرتك أنا ونهواند مبارح والنهاردة كلمنا في التحصيلة دي في كذا السياق يعني فكرة أن انت لما بتلاعب فريق مش معروف أو يقسمه حتى مش مسموع كتير فأنت بتستنتج بشكل إيراضي أنه على قد الإيد وأنه مقدور عليه وكذا لكن برضه أعتقد أن احنا مرين قبل كده بتجارب وردتنا أنه مش شرط مش بالضرورة بالضبط لأنه كمان هو ما عندوش حاجة يخسرها يعني المنافس لما بيكون زي مديهما كده مغمور أول مرة يعني الحاجات دي بتديله هيلعب طبعا أنه دي الأكبر في أفريقيا نادر قارن وأمور كتيرة جدا فبالنسبة له مباراة للشهرة فما عندوش أي حاجة يخسرها إن خسر خمسة حتى ولا ستة ما عندوش أي مشاكل في ده في حين أنه لو عمل مباراة حلوة حتى لو خسر أربعة وجاب جون فبالنسبة له ده إنجاز عشان كده ده الخوف أنه أنت الضغط عليك أنت المباراة على أرضك والسجمهورك ده مفريق مغمور تماما فأنت في الحالات دي بقول دائما أن النادر أهلي يحسنها من مبكرا ما يديش فرص أبدا لمنافس أنه يمسك في المباراة ويحاول يطلع بنقطة أو يعمل مفاجأة لا قدر لا طبعا لكن أول نادر أهلي يحسنها من الأول من أول ربع ساعة من أول تلت ساعة من شطر أولاني حتى ينهي الأمور مبكرا لأن عشان تلحق تريح نفسك لأن أنت دخل على زمعنا تأمن وأبدا خليها معاك على طول أنت عندك أجندة أجندة مباراة مضغوطة جدا كس عامل أندية دور أبطال أفريقيا مباراة الدوري منها المؤجل ومنها العادي كل الأمور دي بتعمل لك ضغط زائد كمان في كاس السوبر لمصر بشكل جديد يعني كل الأمور دي بتعمل لك ضغط كل ده النادي الأهلي كمان مش فريق عادي يعني النادي الأهلي بيقش في البطولات مرشح لها فأنت عشان تريح نفسك أنت مبكرا إحسن الأمور خصويا كانت سهلة حتى لو كانت على الورق طيب يعني خلينا حنتطرق لكل حاجة يعني زي ما إحنا متعودين نتطرق نتطرق أنا معروف عنين أننا بنا نتطرق عادة في الفترة الأخيرة أنا نحب أن نتطرق هذا مرة تطرقنا النهاردة تطرقوا براحب يعني مش عايزة بس أختزل الحوار في مديامة تحديدا بس أنا عايزة أروح لنقطة يعني في تقلق طبعا وفي استمرارية من الموسم اللي فات للعيبة في التطوير اللي الملحوظ والكامستري الحالوى اللي احنا شفناه على يد مارس القولر لكن في نفس الوقت برضو احنا خرجنا من الموسم اللي فات بنفس الأمور السلبية اللي لسه معانا يعني خلينا نقول تعالجت البعض منها تعالج والبعض لسه معانا منها برضو أننا المشكلة عندي فيه أوقات بتكون في المباريات وشفناها في المباراة الأخيرة أنا عندي مشكلة شوية في الدفاع أنا عندي مشكلة شوية أن فيه فرص ضائعة بشكل كبير جدا أنا عندي مشكلة شوية أننا يعني معرفش ليه ما بتقلقش مع الفرق أو المتشاط السهلة ما بحتمهاش ليه من الدقائق الأولى ليه بدي المنافس الثقة وشفنا تصريحات مختلفة بصراحة كان عليها ميت علامة استفهام ما يطلع مدير فني مش هقول تحديدا فرقة إيه عشان يعني مع كامل احترامنا بس حد يجي يقولك إحنا كان ممكن ننتصر على الأهلي بجون واثنين وثلاثة هو ده معقول يعني تلاقي الفرقة دي أصلا بعيدة عنك جدا يعني طب بأي ثقة ده أريد أن تكون تفصيلة على اللي قالت ونهواند أن كمان ساعات بتبقى المشكلة أن أنت مش شايف مشكلة بعينها أنت مش عارف هو العفل فين يعني السكوات بتاعك كامل وجاهز فنيا وبدنيا وبتشوف ما لا يتصق ما لا يتماشى مع الحقيقة والواقع ده فمتبقاش عارف فين ده المشكلة أصلا والله أولا حرك هو جميل جدا كلمت فيه لأنه هذا اللي حصل فعلا لنادي الأهلي في الفترة الأخيرة أو منذ بداية الموسم الحالي أو الموسم الجديد هو اللي حصل أن الأخطاء إذا ما حركت تفضلت وقلت موجودة فعلا من السنة اللي فاتت إذا كان دفاعية أو إهدار الفرص الفرق الوحيد اللي حصل من الجهاز الفني تحديدا مارسيل كولر مع اللعيبة أنه هو الشغف قل شوية ليه قل؟ لأنه سنة اللي فاتت لما دخل الموسم اللي فات قبل أول البداية الموسم اللي فات كان اللي قبليه كان الأهلي خسران بطولة أفريقيا وكان خسران دوري وكان خسران حاجات كتيرة وخسران الكاس طبعا الكاس اللي كان قبليه القصة دي فعشان كده الأهلي دخل الموسم الجديد ما عندوش رفاهيته أن يفقد أي حاجة فعشان كده فاز بالسوبر المحلي في بداية الدوري على الزمان اللي كان ساعتها كان بطل الصناعية وبعدين كمل بقى المشوار في كل بطولة فحصلت كل البطولة اللي شارك فيها يعني يكفي أن أقول لحضراتكم من الأهلي مخسرش غل بطولة واحدة بس كسعام الأندية وعلى يد ريال مدريد يعني فلو هو مقبول مقبول تماما يعني فهو استنادي الشغف قلي شوي عشان كده نادي الأهلي خسر كالسوبر الأفريقية قدام اتحاد العاصمة الجزائري حتى لو كان الأهلي كان عنده كان يضرب الجزاء كان يرحب أكتر بقسطة طبيعية لكن في النهاية خسر خرج من الدور الأفريقية بدون فوز كل ده للأسف تجديد الشغف أو الهدف عند اللعبة ما تمش هو خطأ للجهز الفني بكل أمانة لأنه ما لعبش على الحتة دي أنت لازم تدي دوافع أكتر تجديد الدوافع وخصوصا في الحالات دي اللعبة الجدد هم المفروض يبقى عندهم الشغف ده زي ريدا سليم زي ممعشور زي مودست دول اللي بقى موجود عندهم لكن رجعنا تاني للنقطة الأخطر والأهم اللي هي مسلسل إهضار فرص ده بشيء غريب جدا يعني لو عكسنا الآية والأهل يسجل اللي ما تسجلش وما تسجلش كالأهل فاس كتير جدا يعني النادي الأهل مثلا مباراتي بقوص 9 صفر كبان بالضبط يعني مباراتي مباراتي أول مارشين سيمبا هنا وهناك اللي هو الأهل يتعادل فيهم في الهناك ده يخلص يخلص أربعة خمسة مثلا انت تعديلت اثنين اثنين وكنت مغلوب وانت تعديلت كنت ممكن تكسب جوار غريبة جدا دي مشكلة موجودة يعني دي عند الجهاز الفني أكتر تطبيحك مرجعيتها يعني ليه ده بيحصل إيه للتركيز يعني ده إيه للتركيز يعني هو أنه الهدف الفرص سهل تحديدا اهضارها بالشكل ده بقى إيه للتركيز هي اهضار الفرص بيجي بس من من إيه للتركيز ولا ممكن يجي من كتر التركيز اللي نتج عنه ضغط على اللاعب لعبة الأهل ما نفعش يتقلع عليهم ضغط لأ بجانبات في المطلق لأ في المطلق ما بينتبكش عن نادي الأهلي النادي الأهلي انت جاي نادي انت مطالب بتكسب كل المطلقات حتى لو ودي بطولة مدارس ملاش عليك ما قالها موسيماني لما ميش يقالك أنا ضغط يعني مش ممكن يا جماعة البطولة نكسبها تاني يومها عندنا بعد بكرة تدريب عشان بطولة مش عارف ما هو ده النادي الأهلي فانت جاي تحت ضغط طول الوقت يعني النادي الأهلي مثلا بيشارك في أربع بطولات يكسب ثلاثة ويخسر واحدة يبقى فشل يعني المدرب في النادي الأهلي لو خد ثلاثة بطولات وخسر بطولة انت فاشل بدليل أول مثلا ما خسر ماتش سوبر اللي هو بطولة من مبارا واحدة انت عندك أخطاء وده طبيعي طبيعي جدا في النادي الأهلي منفشل لأكده أحيانا كمان لما النادي الأهلي بيكسب بطولات ويكونش الأداء احنا كسبناها بس مش هننسى الأداء ومش هننسى مش عارف مين محطوط تحت رسبوطه طول الوقت طول الوقت لعبتك تحت رسبوط بطولاتك انت ماينفعش تخسر ماينفعش تخسر النادي الأهلي مثلا لما خسر السوبر لو حتى المبارا واحدة وخسرت بطولة الدور أفريق انت خسرت بطولتين الموضوع كاريسي بالنسبة لك فده ما بيحصلش اكتب في النادي الأهلي عشان كده مسلسل اهدار الفرص فوجة نظري اللي التركيز من اللعيبة اللعب بيستسهل مشواخد باله انه كره هتجيله وده طبعا ماينفعش يحصل في النادي الأهلي عصا لكن ارجو اقول ان هو قلت نسبة الشغف عند اللعيبة مع عبدات الموسم الجديد هي السبب الرئيسي في ده نقطة مهمة جدا طيب خلينا برضو يعني امش عايز اسيب الأهلي انا احنا عايزين الكلام كمان على المنتخبات المختلفة مش بس المنتخب مصر المنتخب الأول بس بالمشهد اللي احنا فيه بالمستوى الفني اللي احنا فيه حتى هذه اللحظة استاذ محسن شايف ان ممكن نقدم موسم رائع زي الموسم الماضي ولا حتى وان كانت ضربة البداية ليست الأفضل ولكن ممكن نقدم موسم استثنائي ايضا ولا الوضع حضرتك شايفه بالمستوى والفنيات والشغف اللي حريك ذكرته لا الموضوع مقلق شوية لا انني الاهلي مش بس قادر ان هو يقدم موسم زي السبب الرئيسي يقدم موسم احسن كمان من موسم المفتد انا بقول لي حريك ليه لان هو انت السكوات بتاعك انت محتفظ به اضافت ليه ثلاثة عناصر قوية جدا امام عشور في خط الوسط ومودست اللي هو جاي يعني مش مع الناس اللي هو جاي هو فيه تصرع في الحكم وردا سليم ولكن طبعا شقت الاصابة بقى يعني ربناش فيه لكن الثلاثة دول اضافة لفريق اساسا قوي فالموضوع فالاهلي مهيئ ان هو يقدم مستوى افضل وحسنا يعني حسنا يعني حصل ان هو الهزام اللي حصلت دي في الاخيرة الخروج من الهزامة السوبر والخروج من دور افريقيا من النصف النهائي ده بيدي حافظ اكبر لليعب ان هم يحاولوا يعوضوا في ده فده كويس يعني الجانب الكويس من الشيء الوحش يعني هو مش مش مول كويس ان قال يخرج طبعا لكن ده شيء ايجابي ان انت بتحاول تعود نفسك مش معقولها بقى بالشكل السيء ده على طول عشان كده انا بقول ان الفترة الجاه الهلي هيكون افضل من كده لانه خلص خلص من بعض الضغوط دور السوبر ده كان مضغوط في وقت عفوا ان دور افريقيا كان مضغوط في وقت دائق جدا فخلص خلص منه الهلي عنده كسعامل اندية وفي كسعامل اندية بيبقى الوضع مختلف وعنده بطولة دور ابطال افريقيا لان البطولة دي هي الاهم طبعا اهم بطولة في طريق النادي الاهلي او في كل موسم من دي اللي بتوصلك للملايين دي بتوصلك لكسعامل اندية دي بتوصلك للريكورد اللي انت منفرد بين 11 تبقى 12 تفرد مكانتك افريقيا المعروفة دي البطولة رقم واحد دي البطولة رقم واحد كما احترامي بقى الدور الافريقي الدوري كل دي حاجة لكن دي البطولة الاهم المهمة والاهمة عشان كده انا متفائل خرب بالنسبة لنا من قبل الماتشين اللي تلعبوا ماتش اسراليون وقبل منه ماتش جيبوتي فشفت الماتشين دول ازاي وبناء على مشاهدتك ليهم الى اي درجة انت متطمن على اللي جاي مع المنتخب نحمد ربنا ان احنا كسبنا الماتشين لسبب لان انت لما تشوف التسع مجموعات الكبار متضمرين تماما يعني مجموعة مجموعة من المجموعات فيها جنوب افريقيا ونجيريا تخيل نجيريا خسرت الماتشين خسرت اربع نقاط يعني ريتها كسبت وخسرت لا ده تعدلت الماتشين تعدلت على ارضها تعريبا من لسوت مع لسوت وتعادلت برة يمكن مع موزمبيك او زمبابو مش متذكر خسرت اربع نقاط وجنوب افريقيا كسبت على ارضها وخسرت برة من رواندا اثنين سفر كمان او اثنين واحد فعشان كده تخيل مجموعة فيها دول رواندا رواندا السنغال فقط بالتعادل مع مع ليبيا تقريبا مع ليبيا او في مجموعة السودان يعني فيه مفاجهة الكاميرون فقدة جنوب افريقيا الغانا في مجموعتها فقدة فانت النهاردة مين اللي متفوق في مجموعتها مصر تونس الجزائر المغرب لانها لعبة مبارا واحدة بعد انسحاب اريتريا فعشان كده الكبار كلهم في المجموعات مش في امان اي نعم ايتداركم موقفكم بس بالشكل ده منفعش تفقد فاحسن حاجة عمناها مش ان احنا الاداء ومش الاداء ما احترام طبعا دي جيبوتي ودي سريليون ما احترام يعني انت افترض على الورق اكتر فعشان كده انا المهم عندي النقاط لان انت جمع النقاط بسرعة والمجموعة كمان خدمانا بيتعدلوا بيخسروا بيعد الدنيا معهم مش مظبوطة انت المنافس الاقرب ليك حسب الجدول هو بوركينة فاسو وغينيا بساو هم اللي كسبين كل واحد فيهم اربعة انت جايلك في المجموعة التالتة في الجولة التالتة ان شاء الله في شهر الست اللي جاي مع بوركينة انت تخلص على اللي عنده امل بوركينة تعادلت تعتبر اول مباراة ضد اسيوبيا تقريبا تعادلت سفر سفر فانت خلص لا معاجينة يبساو عفوا تعادلت سفر سفر واحد واحد قصدي كان مباراة في المغرب فانت انت اكسب الناس دي كلها اكسب انت ممكن مصر تتأهل من المجموعة دي يمكن في الجولة الستة مثلا او السبعة اذا صارت بالشكل فعشان كده هي الاية تعاكس التشوية بالمناسبة في المنتخب كان اي مدرب يقول له نحن متعقدين معاك التأهل كاس عالم والفوز بكاس أمو أفريقية كان زمان بيبقى الفوز بكاس أمو أفريقية سهل جدا اما كاس العالم ده الحلم الأكبر وكان بيبقى صعب يتحق دورات العكس دورات العكس يعني انت ما عشان تكسب كاس أمو أفريقية فيه بقى المغرب والتونس والجزار والسنغال والكاميرون وغانا ومشحر وكود الاتنين دول وحتى مش مش عارفين يستغلوها رواندي اللي يعقم فعشان كده بقى الموضوح سهل بقى الموضوح سهل بعد طبعا تصعر قوة المتاهلين اللي كاسر عامل 48 منتخب فده خلى العملية سهلة شوية فمش عايزين يعني مش بدل مش عايزين ادوه أكبر من حجمه يعني ايه كويس لين تفضل على كده انا عايزك تفضل محافظة على فرق الاهداف شبكك نظيفة اكسب يعني ان شاء الله واحد سفر انت خد عشان تخلص لانده اللي كان بيعمله مثلا منتخب زي تونس تونس كان يبقى الأداء سيئ جدا والدنيا ضايع بس هم حاجة يكسب يكسب مالي يكسب مزنبيك وشموم المونة يكسب ومحق العلامة كملة ده عشان كده 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 تتلاقي مثلا تونس بتصعب كتير وإحنا على المدار التاريخ كنت بتفقد نقاط في مرهات ضعيفة اللي بتطلق بتأهلكش ليبريا مسلا سيئة 98 حاجات كتيرة زي الليبيا في 2006 المرشط دي يعني هي اللي كان بتخسرك أنا ليست أفهم الله يعني هو ده حتى حريك الدولي بتتكلم عن سيرليون آه أوكي هو بعيدة جدا بس احنا تاريخنا ايه مع سيرليون على فكرة هي متفوقة هي متفوقة احنا تعادلنا ده أخير 2012 أنا فاق يعني هو برضو يعني بس الاهلي زي منتخب في الحتة دي المتشاط السهلة فيه عزمة فيها والمتشاط الصعبة أداء كويس ونتيجة كمان أحسن ما هي عقلية هي عقلية لا هو العقلية انه يلعب على قدر المنافس احنا 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 في الفين مثلا وعشرة كنا نستحق تماما ان احنا تأهل كس عالم منتخب قوي جدا 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 اللي هو تأهل على حسابنا الجزار بس احنا ما تأهلناش بسبب الجزار كسبتنا لأ انت تعادلت مع زنبيا في القاهرة أول ماتش ماتش سهل مش سهل طبعا انت تكسب انت ليه بتتدلع وبالعافية انت حركتك تعادل الجيل الحالي من المنتخب المنتخب الأول رؤيتك لي ايه ولو عملنا مش عايزة اقول مقارنة او بس لو حبينا نقارن كده من بعيد بين وبين الأجال الدهبية اللي عادت فيه نقطة مهمة جدا هتفرق مع مع الجيل دا للأسف بالسلم اللي هي غياب الجمهور لما كنت تشوف زمان الجمهور كان بيجي المتشاط دي اللي استاد مليان 80 ألف تتكلم على المنتخب ايه المنتخب طبعا المنتخب والأنديا بالمناسبة المنتخب والأنديا ما هو كان وقتها أداء المنتخب ازاي انا مش حاضر ألوم مرضو الجماهير ما انا حروح اعمل ايه لا 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 متفرق انا معاك دعم الجماهيري مهم يا أستاذ محسن بيحرك اللعيب انا لما بعد 2010 لقيت المنتخب بتاعي بيسحب 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 لورا طبيعة الحال الشغف بيقل دا طبيعة مين اللي بيشد الجماهير أكتر الأندية هنجمل ولا هنقول واقع لا 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 بس أصوه أصوه مش لونجم أنا فهم حركة قصود المستوحش فالجمهور ما بيروحش لا الجمهور بتحدد فهي عشان كده الجمهور عنده بعض الغضب شام الجزئيات أنت متحددنيش يعني أنا فاكر كان الكابتن حسام غالي كان قائد المنتخب قائد النادي الأهل في 2012 فالحصة ساعتها أنه كان يلعبوا بره بشكل رأى جدا قدام مثلا التراجي في تونس مش عارف بيلعبه بشكل كويس ويكسبه فبقول له أنت حكة غريبة يعني الأهل هنا بيعاني وقال لي عشان بنلعب بدون جمهور لكن بره بنلعب بدون جمهور فحنا متشوئين للجمهور شوفوصت ليه هو عايزه عايزة يعني بعيدا عن الجمهور وعلى صعيد الإمكانيات الفنية والمهارات الفردية لعند الجيل الحالي بالمقرر بجيل أبوتريكا مثلا لأ ما هو يعني دي أسي كتطفرة جيل أبوتريكا ده كان طفرة كنت تلاقي أنت عندك اليومين دول عندك عدد اللعبة الدولية أكتر ما لهاش علاقة ساعتها ما كانش عندك محمد زيدان محترف صحيح فقط لكن أنت كنت فريق كنت وكل القارة كلها بدرقبة بقيته بكله أنت ما كانش حالي وإيه اللي منعنا دلوقتي أننا نقولها لا سبب كتير ده فيه منتخبات عديتك بكتير آه ما عادش فيه انت وصلت انت في 2010 بالمناسبة انت متأهلتش كاس عالم يعني الـ 24 أو 32 منتخب اللي وصل بكاس عالم وكان تصنيف مصر في الترتيب وعلى مصول العالم التاسع وانت نمتت كان التاسع يعني انت شوف وصلت الفين وليه لأن فريقك كان متكامل ده 2010 لأن ده متكامل يعني فريق متكامل كان ساعتها في كل حتة انت عندك أفضل حرس مرمى في التاريخ في تاريخ الفرعنة كان عصام الحضري أبو تريكا كان بركات كان زيدان كان نقواء الجمعة التوتالة كلها كترائعة يعني بكل أمان احمد فاتح كل الجيل كله كان كله اي حد يخش فيه خلاص بيمشي بنفس الوتيرة يعني اي لعب ينضم ليهم يروح في حتة تانية عشان كده ده المقارنة صعبة شوية هتقول لي ده وقت عندنا محترفين آه عندنا محترفين بس اللحمة اللي كانت موجودة الكاتبة المحالينة اللي كانت موجودة في 2006 و 2008 صحيح صحيح بصراحة صح يعني مش موجودة دلوقت شوية مختلفين آه ما قبل كده ما انت كان عندك مثلا كنت بطلعب كود دفور الفريق كله محترف كله محترف برشلونة والسيتي وانت كنت بسكسابه واربعة واخده رايح جاي ثلاثة واربعة الكاميرون بقيته كتبت المحترفين كله برضو انت واخده اياز زي ما بيقوله طبعا كتائم حلوة فعشان كده هي دي طفرة يعني ما ننفعش اللهم حد عليها ولكن هما بيحققوا الاهم الاهم اللي هو الحصول على النقاط عشان تقدر تسعد لان انا مؤمن المنتخب مصر المنتخبات الكبيرة بتظهر في المبارات الكبيرة بدليل هدى الحركة مثالين البطول كاس الأمه الافراكية الاخيرة المنتخب كان غير ممكن اعتماما في دور المجموعات اتغلب من نيجيريا واحد سفر وكسب غنيا بيساوي سودان واحد سفر كان اداء سيء جدا ومع ذلك لما في أدوار نوك اوت طعملك وكسب بقك والدوفور والمغرب والكاميرون والسنغال خسر بضربات الترجيع وطعملك حتى في المبارات الوديا الاخيرة هنشوفنا مثلا ماتش زنبيا اللي طلع في الأمراض كان عادي جدا سيء جدا نكسبنا واحد سفر بهدف باي لك من حمد فتحي لك لما جيت لعبت منتخب زي الجزائر طعملقت وانت متأخر وانت مطرود منك واحد أغلب للمبارات وانت متقدم واحد سفر وبتضيع كمان كنت تقدر ومنتخب الجزائر هو اللي تعادل معاك عشان كده كانت مباراة ممكن شوفت وسائل إعلام المغربية والجزائرية وحتى صحف كود دوفور قالك المباراة دي هي المثال للي هيكون عليه كان في يناير اللي جاي لأنه هو المنتخب الكبير بقى بيظهر في الأوقات الصعبة اللي هو زي الأهلي لما كنا بنتكلم عنه نوع ممكن ما يكونش كواس قدام دي ما بس بيكسب بس هيجي في المباراة القوية هتلاقي طعام لك وظهر بشخصيته عشان كده المنتخب بيحق المهم لأن الأهم هو اللي جاي انت تسعى الكاس العالم انت تبقى موجود في الكاس المقافركية بشكل كويس لاغينا بقى انت سعدت آخر مرتين في آخر تلت دورات سعدت اتنين نهائي وخسرتهم ان شاء الله يعني التالتة تتعود بإذن الله والمنتخب يكسب بإذن الله البطولة المنتخب المنتخب رايحكاس العالم يحضر ولا يلعب ويكمل ان شاء الله لا ما هو كمان لو ما روح نجس لأ ما هو روح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حتى تخيلها بس ده في 26 احنا لسه روحنا نشغالين من دلوقتي روحنا هنروح زي ما هنرجع لروسيا هذه التجربة الأليمة اللي اعتقد لن تمحى من الذاكرة لنا كلنا كجيل للأسف الشديد لان احنا الجيل اللي سافر واللي خد أجازات واللي استلف واللي طلق واللي اتجاوز هي عقلي يعني اتعبنا وكان عندنا أمل وكان عندنا هم بيعسيبوها ازاي للأسف مسؤوليني الاتحاد الكرة والمتخب بيعسيبوها ازاي احنا رحي نكسل عالم هو احنا ناخد كسل عالم لا طبعا لا خلاص احنا رحي نحتفل احنا تأهن يا جماعة احنا رحي نحنا من أجل ثلاث مباريات فبالتالي بقى سوق أحكاز اللي كان موجود في الفندق ومش هيتغير ومش هيتغير لما تغير مرة واحدة عند المغربة في 2022 في قطر وصلوا من المربع ازاي لما تغير حتى تغيرت جملة أو عبارة تمثيل مشاركة أو شاركة بقى فقدت معناها وكانت لما تتكلم حتى تقول لي عم التركيز ده احنا هي لعبه بكرة يا عم وحنا ناخد كسل عالم نجينا خلاص نتاهينا المرة التالتة المرة مش عارف مين هو هي ده العقلية لما تتخلى عن العقلية دي خلاص تقدر تقدر ساعتها تعمل حاجة بس أعتقد ان الجمهور وجهة نظر ممكن تبقى مختلفة عن كده مهور للأسف الجمهور لا يأخذ متعطش ومتعشم قوي ان هو أستخلي بالك برضو ترجمة التمثيل المشرف عند في أزهان ناس كتير قوي هو إما الحصول على البطولة أو مجرد التواجد في الماتش النهائي بالضبط غير كده هو مش بالضرور أنت بتشارك ليه في البطولة يعني أنت بتشارك ليه ما هو يعني عقلية النادي الأهلي نكحة ليه لأنه بيشارك في أي بطولة بهدف البطولة يعني بيقش فيها ودية بقى ماتش بيبقى حالي الأهلي بيشارك في ماتش ودي صحيح ويبقى أدي بشكل قوي ليه لأنه هو برانت أنا نهار ده داخل في ماتش ودي واخد فيها رقم محترم لأن اسم نادي الأهلي كبير فمش تتالي بقى مش أقعد أجرب وعب لا 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 أنا لازم مش شكل قوي لازم يكون على قدر الحدث فعشان كده بتلاقي لما نادي الأهلي بيطلب ودي بيروح باسم برقم كبير لأنه برانت عالي وبيحافظ على ده حتى لو ودي فأنت النهار ده ساعات منتخب مصر مثلا كان يروح يشارك في حاجات لمجرد أن اسم منتخب مصر مش مهم بقى اللي يحصل بس أو زي مثلا ما حصل في روسيا زي محركتك كلمتي أما رحوا مثلا حضروا مش عارف حفلة كده رئيس الشيشان وحاجات كده مالش علاقة بالكورة أصلا بس ليه الله طردية الجميع هتيجي تقول له تركيز يعني احنا هناخد قصة العلم وحنا هناخد قصة العلم الروح للهزامية دي سيئة جدا بصراحة هي مش نهزامية ولا واقعية على فكرة لأن اللي وصل مع حضرتك قلت المغرب المغرب كانت فين قصة كلها لو أنا فضلت شايف نفسي صغير ما أنا حافظ صغير هم مش شايف نفسي صغير هو أنا حققت الهدف عندي الوصول للكيز العلم بس لا تفسد ده غلط ده واسع مختلفة تماما بين الجماهير يعمل اللي عليك يعمل اللي عليك في مرش المغرب وبلجيكا المغرب كان معا من في مجمواتها كان معاها كندا وأوكرانيا ومش أوكرانيا واسمه إيه ده وبلجيكا لماها بلجيكا والفريق منه لوكو مودريج وفلما كان مين بقى ترتمهم ده كان التاني على العالم بلجيكا كان التاني التصنيف على العالم ومع ذلك لما كرواتيا كله خاف على المغرب من كرواتيا وبلجيكا عملت ايه تعادلت مع كرواتيا كسبت بلجيكا وطلعتها وتأهلت هي هو ده بقى انت صدق نفسك هو ده مفيش حاجة اسمع ده تاني العالم ده تاني عمل ده القوام المنتخب بتاعنا السكواد اللي انت شايفه ده مش المفروض ان هو عنده ما يسمح من الامكانيات والخبرات ولا سيامة مع وجود اللعيبة الدوليين المحترفين في الخارج مش المفروض ان هم ان شاء الله بإذن الرحمن لما يشاركوا في كاس العالم يقطعوا فيه شوط أضعب في الإيمان بالزبط هو ده المفروض اللي احنا منتظرنا منهم أولا انت انت صالح واخد در أبطال أوروبا وبتنافس على جواز أفضل لعب في العالم والحاجة الدعاء مرموش بسم الله ما شاء الله ومصطف محمد واللي جاي انت مفروض انت لما تبقى ان شاء الله موجود في كاس العالم بإذن الله ده هيحصل بإذن الله تتغير بقى العقل مش رايحين نحتفل بقى مش كله طالع والفضيات موجودة عندهم فوق واخد لك صورتين واللي جاب الأولاد والممثل مش عارك مين طبعا وكان مبروم فده اللي مفروض يحصل ميسيو محسن يعني حنروح فاصل وحنرجع بصحاب تح مع حضرتك ملف مهم جدا وشفنا فيه دلوقتي مؤتمر مع سيادة الوزير والحديث عن مكافحة الفساد الرياضي شفت انت التايتل ده نعم أو يعني طرح النهاردة الحديث عنه مع سيادة الوزير أنا حسألك سؤال مباشر احنا عندنا فساد رياضي أكيد فيه ألياته إيه ومكافحاته إيه لأ أسبوع الواحد ما كانش عارف ان فيه أصلا ده مفاجأة لأ حارك عارف فما ما ما مافعش يعني ما مافعش اتكلم عليه بتفاصيل لا ما ما فيش وقت أصلا لأ إدينا ما يكفر الخمس داي المتبقية لا لا مش يعني 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 أس هو أكيد فيه يعني أكيد فيه بس عشان تتكلم عليه بشكل مفصل أو تقول جزئياته خاين نتكلم أبها صوره وقيئ أليات المجملات مكافحة أه المجملات يعني أخطر أخطر حاجة على الكرة المصرية المجملات في أنه ياخد مكان حد. هي دي بتبقى ده في وجهة نظري أخطر حاجة على القرى المصرية القائمين بقى على الرياضة في مصر. ما خادوش بالهم طول السنين اللي فاتت من التفصيلة دي وعن عكساتها السيئة واللي قدت لي من فقدان مهارات وكفاءات كثيرة وكبيرة جدا ومهمة جدا وإحنا فأمسل حاجة لها لمجرد أن في محسوبية. بالزبط هي موجودة بس هو يعني ما فيش حد اسمه ما أخدش باله أكيد واخد باله عارف بس بيسكت بيطنش فهو مساهم في ده. أي مسؤول بيبقى عارف وساكت هو جزء من الفساد. فموضوع منتهي لا أولا مش فكرة أنه حراك بتقولي أنه هو ما شافش ده لأ شايفه وعارفه وليه ده هنا عشان ده تبع فلان أو المحسوبية اللي هي للأسف مبوضع كتر يعني على قد ما كانت المحسوبية كتيرة هي دي اللي بتدمر المنظومة كلها عشان كده النتائج في النهاية يعني فشل كتير لكن لما بيكون العملية يعني محدودة مش أقول منتهي خالص لأن إحنا بشعر في الأولف الأكثر. ما بيكون محدودة بيقى فيه نسبة نجاح. أنا أتذكر مثلا كان الكابتن حسن حمد الرئيس النادي الأهلي العظيم السابق كان بيكلم في مرة على اختيارة النشئين فحد بيقول له كابتن مش عارف قالك شوف أنا بختبر يعني حد قال لي مثلا قريبي اختبر الولد نفس القصة قالك كنت في إشارة مرور والراجل مثلا قال لي عندي ابني. هو الانتين واحد هو مش وصة. شوف هو ايه ده الفرصة. شوف ده وشوف ده والأصلح خده. يعني في النهاية ده الجزء اللي هو ايه اللي مقصود لكن لو فيه شبهة فساد خد بقى ده وبلاش جاء لمجرد أن ده طبعا حد وده حتى لو كويس مشي. لا. ده بيولد على في النهاية نتائج سيئة طب فكرك مؤتمر زي ده ممكن يعني يعني يرمي طوبة في الماء الراجده أفريقيا تحديدا وحنا منتكلم أن أفريقيا مليانة يعني في الليطان منتكلم فيه مليانة. لا. أفريقيا مش عاز طوبة. أفريقيا عاز قارة تتريمي فيها عشان. يعني ممكن يعمل أي حاجة بقى طبر زي ده؟ ولا تحصيلها؟ ما الناس عارفة. هي عاملة زي حركة زي ايه؟ بيقلب نور بالعربية. في حاجة بس في النهاية مفيش يعني أنا بقلب لك نور يعني نكلم بالك فيه مطاب. نساعدش بياخد بالو. هي لكن ما تقولش أفريقيا أفريقيا دي يعني هو الفساد متجزر فيها بشكل رهيب. يعني أسوأ اتحاد قرر العلم والمستوى العلم هو التحاد اللي هو الكاف في التحاد الأفريقيا بكرة القدم. كله ملخبطة وعشوائية وأمور يعني ما تحصلش من التحاد وليد اللحظة يعني. لكنه في الكاف فيه مشاكل فما تقولش أفريقيا. أفريقيا دي لأ هي معمولة عشان كده. يعني أفريقيا اللي هايز يجي يتعلم فساد بيجي يتعلم في الوح يحزن على فكرة. ممكن يكون من قولها ببنضحك أو مهضة. أس دواقع. إذا شيء يحزن دواقع واقع يعني 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 مثلا أمفنتينو دي حاجة مش مصير مخل أفريقيا تحديد أفريقيا كان زمان أفريقيا وأسدوات أفريقيا بس حق لتجارب بيجرب فيها. يعني الدار الأفريقيا أسلا معمول ليه. لما تجي تبص الدار أفريقيا بطولة بلا معنى يعني في الأساس بلا معنى. مش بقول كده عشان أهل يخرج منها. وطالما أنت وفقت فيها خلص وافق. لكن أنا أتكلم فيها بطولة إيه المخزى منها. ما أنت عندك دور أبطال أفريقيا والكونفوترية. ودور أبطال أفريقيا هتودي كاسعان من أندية. وفيه بطولة في العالم. تبدأ من ربع النهائي. عشان يمرر لأوروبا لأن أوروبا رفضها. هو يعني الشركات والأجنياء عايزين يعملوها. فلما تحضر الأوروبي قوي رفض الفكرة دي. رغم اتفاق ما بين ريال مدريد وبرشلونة وميلان وليوفنتس والكبار. أحب أن أقول لهم أي حد هيلعب مباراة في حاجة كده هتشطب من تحاد الأوروبا. وأي لعبة يشارك هيتشطب من السجلات. فرحوا راجعين كلهم لورا. وأنفنتون مقدرش يحكم. لأن هذا التحقق. ولكن طبعا هو يملك بيحرك عرس المارونت اللي بيحرك الكاف كده. فقدر يفرض بطولة زي. عشان كده طول الوقت بيجدبوا. يقول لك مثلا إيه. إحنا تحاد الأفريقيا هتقدم بطلب للفيفا أن يأخذ بطل الدور الأفريقي يشارك في كاسة عاملاندية. اللي هو ليه. يعني ليه يشارك في كاسة عاملاندية. بأمرت إيه. هيقول لك أسرف البطولة المجمعة اللي فيها 32 فريق اللي في أمريكا السنة الجاية. طيب ماشي. مكان مين. ما أنت لما هو دولة تتأكد مثلا بيأخذوا آخر أربعة سنين. أربعة عبطال. تأكد الأهل. وتأكد الوداد. لو استنادي مثلا خدع حد مثلا غير الأهل وداد يقول لها يشارك. وبيأخذوا الأعلى تصنيفة. لما أنت تجيب لواحد اللي هو بطل الدور الأفريقي. أيا كان بقى صندون زوال لغيره. يبقى أنت ظلمت حد. ظلمت واحد في التصنيف. ممكن يكون الترجي. ولما لا ممكن يكون الزمالك. يعني ما تعرفش إلي ممكن يحصل. فده أو الزمالك يمكن بيعطشها بسبب التصنيف. لكن أيا كان أنت ظلمت فريق. فأي مسام. فعشان كده في أفريقيا لا متجزر ومتأصل. هم بيجوا يتعلموا في أفريقيا أو بيستغلوا في أفريقيا. حتى لما جابوا. طبعا الآن نستفيد من ده ونعمل فيه دورات تدريبية. إيه رأيكم فيك؟ والله كان ممكن. طلب الفساد كده كده مكتوب علينا. لا لا موجود. يعني حتى لما جاب مثلا رئيس الكافة السابق أحمد أحمد يعني بوز الدنيا خالص. يعني طعم ده أشقر بهد للدنيا. وخرج الخروج الآمن. يعني كل الفساد اللي حصل ده كله ما دخلش السجن. خرج خروج آمن. أمشي وأسيب الليلة بس كل الحاجة زمي. خرج خروج آمن لأنه. هو والله يعني كده كده كتير. يعني نلحد. نشكرك على وجودك على النار. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا لك ميسي محسن. وكالعادة خراءة بيبقى مختلفة. نشكرك جدا. نشكر حضراتكم على متابعتنا هذا الأسبوع. ونشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم. وكل التوفيق للنادي لأهلي بإذن الله في المتشاط ومبريات القادمة. مع السلام.